أبل الأنظمة الموجودة عندها تخوف من قوة ما هم عارفين أشياء ولكن ليس بالضرورة أنهم يتكلمون عن هذه الأشياء وهناك قصة بيّنت لنا بعض هذه الأشياء التي يعرفوها عننا وأيضاً معلومات أخرى عن جديد الشبكات الاجتماعية والنجاح الذي حققته سامسونج في أحد التقنيات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم فيصل السيف وحلقة جديدة من أخبار أول بأول في التقنية والعلوم أبدأها بالسوشيل ميديا وأقول أول شيء تيك توك هو التطبيق رقم واحد تحميلاً في الربع الثالث من عام 2020 حسب الإحصاءات التي تبيّلنا آخر التطبيقات التي تم تحميلها وأهمها وأكثرها يبدأ لنا أن تيك توك ما زال متربع على عرش هذه التطبيقات رغم ما يواجه التطبيق من ضغوطات في الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً لو تكلمنا عن باقي التطبيقات ستلاحظون أن أكثرها لها علاقة في نفس السوشيل ميديا والتواصل فتطبيقات التواصل من أهم التطبيقات وبالفعل لا يأخذ جوال يريد أن يتواصل مع الناس لو انتقلنا للألعاب سنجد الموضوع مختلف قليلاً سنجد بوب جي مستمرة وبقوة وسنجد بوكيمون جو موجودة في القائمة كترتيب ثالث على الأي او اس وأيضاً ترتيب آخر على الأندرودي يظل موجودة تعرفوا أن اللعبة من 2016 يا جماعة بل أنه حتى اليوزر نيم من 2016 للحين أيضاً لو تكلمنا عن أهم لعبتين غير اللي أنا ذكرتهم Honor of Kings والدعايات الكثيرة التي جاءت عليها خلاتها تتربى على العرش من المستخدمين والتحديثات التي موجودة فيها وأيضاً روبلاكس روبلاكس هو عالم واحد داخل روبلاكس فيه تطبيقات جداً كثيرة وألعاب كثيرة ولو لاحظتم كل تطبيق ذكرتهم، فالعمر الأساسي لدينا في المنطقة على صورة هذا التطبيق يريد أن ننبه بعض، يريد أن نجد عيالنا يستخدموا التطبيقات المناسبة لهم وأنا والمجتمع حقنا نتبع نظام الصحيح في التطبيقات لأن عندما يرونه أو يلعبوا بشيء ليس مناسب لهم، للأسف سيكون هناك أذى كبير Birdwatch، خاصية جديدة، يمكن أن تأتينا على تويتر قريباً من خلال هذه الخاصية تويتر تحاول تقنّن وتحارب المعلومات الخاطئة ويكون هناك طريقة رسمية منها المستخدمين ومحققين المعلومات من جانب تويتر يمكن أن يتحققوا من بعض المحتوى الموجود في بعض التغريدات لاحقاً أول ما تصبح هذه الخاصية موجودة، أعطيكم خبر بإذن الله قبل أن أذهب للأجهزة، دعني أقول أن في فيسبوك وإنستجرام هم هو تطبيق المحادثات الموجودة في مجموعة بينهم وصار تطبيق واحد يشمل الأثنين هناك خطوة جداً كبيرة من المستخدمين لفصل التطبيقين عن بعض وإعادة الأمور إلى مجراها ووضعها الطبيعي وأن كل تطبيق له ناسه ويكون هناك تطبيقين ميسنجر واحد لإنستجرام واحد لفيسبوك عملاق المحادثات فيسبوك التي تحت جناحها موجود فيسبوك وإنستجرام وأيضاً وواتساب يواجه الضغوطات من الحكومة الأمريكية لأن الحكومة أفضل أن يكون التطبيقات منفصلة بشكل تام عن بعضها وليس هناك عملاق واحد يتحكم بمجموعة ضخمة من البيانات لمحادثات ثلث العالم أنتقل الآن للأجهزة ومتشوق لتجارب أجهزة جديدة وصلتني هنا أول شيء يتحدث عن الريزر الجديد نسخة 5G تحت التجربة بإذن واحد وأيضاً التاب اس والتاب اس بلس وبالتأكيد أتحدث عن الـ A71 نسخة 5G هذه كلها أجهزة جديدة قاعدة أستخدمها سأعطوني في التعليقات وشيء الشيء الذي أريدكم تعرفوه عن كل واحد من هذه الأجهزة وانتقل الآن للسامسونج جالاكسي فولد اثنين والتي أثبت جدارة جداً عالية في اختبارات جاي من ناحية الغبار نعم قاوم الغبار بكفاءة جداً عالية فالمكانس التي وضعتها سامسونج داخل مجسم أو الجسم الداخلي لنفس جهة الطي أثبت جدارتها بشكل جداً كبير وكما رأيت في فيديو الصورة التي طلعت أمامكم نستطيع أن نقول أنه نعم قابلية تطوير الأجهزة التي تنطوي جداً كبيرة والتحدي والمنافسة جداً عالية ما بينها الشركات التي لديها التطور العالي في التقنيات لها المستوى ولكن لا تتوقعوا بأن أبل أجهزة مثل هذه عن نفسي، يمكن أن نسمع أخبار مؤكدة أكثر من أجهزة تنطوي من أبل إن شاء الله يا رب العالمي أن نسخة iOS 14 جهة تحديثها الجديد قريباً ويصلح مشكلة البطارية لأنه لو كانوا تواجهوا مشكلة مع نفاذ البطارية أسرع من المعتاد مع التحديث الأخير نسخة 14 أو 14.0.1 فعرفوا أن هذا الموضوع واقعي وحقيقي ويصبح يصبح إصلاحات كثيرة ويمكن يكون هناك تحديث قادم قريب جداً من أبل يصلح هذه المشكلة لا ننكر أن الأجهزة الذكية بين نظام الأندرويد وأيضاً المفروض نظام iOS تعتمد على الاستخدام الشخصي والذكاء الاصطناعي في معرفة أطباع نفس المستخدم وبالتالي يعطيه أعسن كفاءة للبطارية هذا الموضوع لا ينطبق مع الأجهزة التي قلتها قبل آيووس 14 بحكم أن الجهاز أصلاً مستخدم والمفروض أنه لديه تحديث يطور الإمكانيات ويعتمد على ما كان موجود فيه من بيانات تكاء اصطناعي هناك سالفة مرة قوية لأبل والذي رأيتها في مقدمة الفيديو ولكن لن أخذها لأخر شيء ختموا في هذه الفيديو ستجدوا أن الموضوع غريب والتخطيط الذي تقوم بها أبل وكيف يرون كل شيء ويعرفوا كل شيء من ناحية أجهزتهم فالأمر جداً رائع ولكن دعنا نقول أيضاً عن أبل براءة اختراع لشاشة تصلح نفسها من نفسها من أكبر المشاكل التي تواجهنا مع الشاشات الخدوش فتخيلوا لو كانت الشاشة تصلح نفسها والأمر يكون بحكم المواد المصنوع منها الشاشة هذا الأمر ممكن وتحت التجربة وأبل في تجارب مبدئية لمادة تصنع من هذه الشاشات بإمكان هذه المادة أو بإمكان الشاشات إصلاح نفسها وإغلاق الخدوش لا نتكلم عن هذه الخدش يعني سيف ننجا تضرب فيه الشاشة ويجب أن تصلح نفسها الموضوع ليس بترمينيتر الموضوع نتكلم أكثر على تقنية وتحت التطوير جامعة أركنسس والباحثين هنا قدروا يطوروا مادة من الجرافين تستمر في إعطاء الطاقة بشكل كبير الجرافين عبارة عن طبقة واحدة من الكربون مصاغ بطريقة محددة تعطي طاقة مستمرة بحكم التجارب ووضعها تحت درجة حرارة محددة مستمرة نتكلم عن طاقة أبدية وهذا الأمر يمكن أن يكون ممتاز إذا بالفعل انتقلنا إلى المعالجات التي تحصل على الطاقة من هذه المادة فالأمور تحت التطوير من الجامعة ويمكن أن نصل إلى درجة أن هناك بعض الأجهزة تحصل على الجرافين بداخلها مما يتيح أنها تعمل بشكل مستمر لبعض المزايا الموجودة فيها فشيء مره جيداً دراسة أخرى من بريطانيا نتكلم عن الكافيين وتأثيره على الجسم بالذات بعد فقرة نوم مهيب كويسة وهذا الشيء الذي يحدث مع كثير مننا وتجدوا أن نفسكم تناموا وتقوموا الصباح لم تكتفيتم من النوم وتقولوا أن الكافيين سيصلحوا الأمور فتأخذوا لكم كوب قهوة الدراسة التي تمت على مجموعة صغيرة من النساء لاحظت الدراسة على أن النساء الذين يخضعوا لهذه التجربة غليسيميك وميتابوليزم جيدة وما تتأثر بقلة النوم بشكل بسيط وتعويض قهوة الصباح وأمورهم كويسة أما الذين تعودون على النوم السيء القهوة لا تزيد الأثر الإيجابي في جسمهم بل أنها تضرهم أكثر وهذا حسب الدراسة التي أعطت لكم رابطها في وصف الحلقة تضرهم أكثر وترفع معدل غليسيميك ميتابوليزم وهي معدل هضم السكر أو السكريات في الجسم إلى حوالي 50% هذا ما وجدت الدراسة وموجود الرابط عندكم وتفاصيل جداً كثيرة فنقدر نقول دائماً، الاتزان في كل الأمور كويس أكله نوم وأيضاً لما تجعل موضوع القهوة شيء جداً كويس أنه نتزم في كل حاجة نأتي الآن لتختيم الحلقة والسالفة التي صارت من شركة أبل والشركة جيب الكندية نتكلم على أن أبل ترفع قضية على شركة المفروض أنها تبدأ تفكك الآيفونات ويتمم لهم إعطاء القطاع التي تظهر من الآيفونات أساس مسألة إعادة التدوير الموضوع يرجع لعام 2017 وأبل اكتشفت أن هذه الشركة لم تدور كامل الأجهزة التي تم تسليمها لهم هناك أجهزة تظهر من خط الإنتاج ويعاد تشغيلها وتنشبك على الإنترنت مرة أخرى مما يجعل سيستم أبل يعرف أن هالجهاز اللي بهالرقم الداخل الأي امي أو مهما كان الرقم رجع واشتغل ماذا؟ هما وسلمنا نحن نجيب على أساس أنهم يفككوا ويعملوا تحت نظام إعادة التدوير الموضوع استمر مع أبل و2019 تقريباً أبل أصلاً وقفت العمل مع هذه الشركة وحطت اعتراض قبلها بفترة من مسألة أن الشركة تصبح شيء غير أخلاقي من ناحية الأجهزة أبل انتظرت إلى ما يكون فيه شيء جداً أضخم وأكبر والآن أبل تطالب بحوالي 33 مليون دولار كتعويض من شركة جيب التي اتهمتها أبل ببيع أو إعادة بيع أكثر من مئة ألف جهاز مختلف من آيفونات وغيرها من الآيب هادات وإرجاعهم للسوق بغير إذن أبل والمفروض أن الشركة كانت تفكك هذه الأجهزة الآن الأمر الرائق بالنسبة لي ما بين السطور يعني أبل عارفة أن هذه الأجهزة ترجع للسوق وساكتين على الموضوع ويبنوا كيس جداً قوي يعني نستطيع أن يبنوا قضية جداً قوية بالإضافة إلى أنهم يمكن أن يدرسوا السوق ويدرسوا التعاملات التي موجودة فيها يعني لم يجعلوا شيء حتى السيستم حقهم يمكن من خلالهم يعني أنهم يمكنوا يعرفوا الأجهزة متى صارت أونلاين وأوفلاين هذا الأمر أكد لكم يا شخصياً لأن الأجهزة كلما تم إصدارها وبنسخها الأساسية يكون هناك أمرين للجهاز الداخلية أمر تشغيل متى بالضبط تم تشغيل هذا الجهاز وأيضاً الأمر الثاني المسجل في بيانات هذا الجهاز متى أول اتصال بالإنترنت لهذا الجهاز الداخلياً غير أوامر جداً كثيرة غير النظام اللي عند أبل اللي من خلاله تقدر تطلع على تفاصيل كثيرة للأجهزة نرجع إلى الشركة هذه التي اتهمت ثلاث موظفين عندها وقالوا هم اللي اختلسوا الأجهزة وسرقوها بدون علمنا فنحن لم ندخل إحنا زيكم يا أبل مظلومين في هذا الأمر وأبل تؤكد أنه لا، واحد من الموظفين مدير كبير في الشركة وبالتالي هو الذي يسمح بهذا الأمر وإعادة التدوير حجة أبل الأقوى في هذا الأمر كله كيف تتجرأي يا شركة جيب كيف تتجرأي شركة جيب أن تأخذوا هذه الأجهزة وتعيدوها للسوق بدون أن تكون على أتم كفاءة وإحنا مرت علينا بأتم كفاءة وأمان للمستخدمين إيبا عليكم تفعل حركة مثل هذه فقضية مرة تحمس بالنسبة لي وقال انتظر التفاصيل التي تنكشف أكثر وأكثر عنها بالفعل لو نتكلم عن شركة عندها قوة كبران جداً ممتازة نتكلم عن أبل وأيضاً نتكلم عن أنظمة قوية موجودة عندهم يستطيعون من خلالها يتحكموا بأشياء أكثر من اللي أنا وأنتم نعلم ونهاية الحلقة وكل حلقة سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك أشوفكم على خير بإذن واحد أحد على فكرة مادة التي تستمر في الطاقة سأضع لكم رابط اليوتيوب أريدكم أن تذهبوا وتشاهدوها الله يبارك لكم يا رب العالمين